الفيتامين الذي نقصه تسبب في قتل الملايين ما بين القرن الخمستاشر والقرن التمنتاشر مات ملايين من البشر بدون معرفة السبب ولكن الملاحظ ان اللي ماتوا دول كانوا بحارة فكل رحلة بحرية بتطلع يموت تلتين الطاقم البحري بعد ما يظهر عليهم عدة اعراض بعد كده اكتشفوا ان سبب وفاتهم هو نقص فيتامين سي لانه تسبب في مرض اسمه الاسكربوت لو عايز تعرف معلومات اكتر عن فيتامين سي تابعني بعض الفاصل السلام عليكم معكم الصيدالي حازمونير ورسالة جديدة من اجل توعية المرضى ورسالتنا النهاردة عن فيتامين سي فاحنا مكملين مع بعض سلسلة معادن وفيتامينات حيث سبق وتحدثنا عن عنصر المغنيسيوم والبوتاسيوم وكذلك معدن الزنك والحديد هتلاقي روابط حلقاتهم مع وصف الفيديو وفي التعليقات وقبل ما ابدأ الحلقة احب اشكركم على ثقاتكم الغالية ووصلنا الى خمسين الف مشترك في الفترة القصيرة ديت فده بفضل ربنا ودعمكم المستمر المكملين مع بعض ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الفيتامين المعجزة فيتامين سي وكالعادة حلقتنا هتنقسم الى ثلاث اجزاء ففي الجزء الاول هنتكلم عن فوايد فيتامين سي والجزء التاني هنتكلم عن اعراض نقص فيتامين سي والجزء التالت هنتكلم عن الاكلات الغنية بفيتامين سي والمكملات الغذائية وحنصحح مع بعض المفاهيم الخاطئة زي ان البرتقال هو اغنى فكهة بفيتامين سي والكلام ده غلط فمثلا الجوافة فيها كمية فيتامين سي اربع الى خمس اضعاف الكمية اللي في البرتقال كمان هنعرف هل ينفع اخد فيتامين سي من المكملات الغذائية ولا لا والليه تركيزه في الصيدليات علي كده بيوصل لخمسمية او الف ملي جرام على الرغم ان الجسم بيحتاج فقط الى تسعين ملي جرام ومعلومات تانية كتير تعالوا نبدأ مع الجزء الاول ونتعرف على فوايد فيتامين سي ففيتامين سي بيسموه محاربة السرطان عشان بيحمي من مرض السرطان لانه مضاد للاكسدة كمان فيتامين سي مهم لصحة القلب والشرايين فيتامين سي مهم لتقوية المناعة والحماية من اعراض البرد والانفلونزة فيتامين سي مهم لوظيفة الكولاجين المادة اللي موجودة في العظام والمفاصل والجلد والشرايين فهو مفيد للبشرة والام المفاصل وسحة القلب كما ذكرنا فيتامين سي مهم جدا لمرضى السكر وسبق وتكلمنا عن الفيتامينات المهمة لمرضى السكر وبرضو هتلاقوا رابط الحلقة مع وصف الفيديو بعد معرفنا فوايد فيتامين سي طب ايه الاعراض اللي هتظهر علينا لو عندنا نقص فيه فيتامين سي رقم واحد ضعف المناعة وتلاقي نفسك كده بتصاب باستمرار بامراض البرد والانفلونزة رقم اتنين التهاب اللسة ونزيف اللسة وكمان لو فيه نقص شديد ممكن يتسبب فيه سقوط الاسنان رقم تلاتة بطء التقام الجروح رقم اربعة ألم في العظام والمفاصل رقم خمسة كدمات لونها احمر كده واحيانا بتيميل الى اللون الاسود وبالاخص بتكون موجودة على الرجل والقدمين رقم ستة الانيميا او فقر الدم نتيجة نقص الحديد طب هو ايه علاقة فيتامين سي بالحديد فاكرين لما اتكلمنا في حلقة اعراض نقص الحديد وعرفنا ان الحديد عشان نحسن من امتصاصه يفضل ناخب معاه فيتامين سي فلو الجسم عنده نقص فيه فيتامين سي فبكده الحديد مش هيحصل له امتصاص جيد وحيكون قليل وممكن يتسبب فيه انيميا او فقر الدم رقم سبعة الخمول والتعب والارهاب رقم تمانية مرض الاسقربوت وده مرض بيظهر نتيجة النقص الشديد فيه فيتامين سي ففيتامين سي الجسم مش بيقدر يصنعه ومصدره الاساسي هو الخضار والفكهة فمن بعد اكتشاف العالم الجديد اصبحت الرحلات البحرية طويلة ممكن تصل الى عدة شهور فالبحارة اكلهم ما بيكونش فيه كمية كافية من الفكهة والخضار فلذلك بينقص عندهم فيتامين سي فنقصه الشديد يتسبب في مرض الاسقربوت فحسب الاحصائيات ان نقص فيتامين سي تسبب في قتل اكتر من 2 مليون بحار ما بين القرن الخمستاشر والقرن التمنتاشر طب ايه هي اعراض مرض الاسقربوت هي جميع الاعراض السبعة اللي احنا ذكرناها من شوية ولكن بنضيف لهم اعراض اخرى بتحصل لو فيه نقص شديد فيه فيتامين سي زي التشنجات والهزيان ثم الغيبوبة ثم الوفاة تعالوا بقى نشوف ايه الاكلات والاطعمة الغنية بفيتامين سي بس الاول نعرف ان الجسم بيحتاج قد ايه من فيتامين سي فالرجال بيحتاجوا الى 90 ملي جرام يوميا من فيتامين سي اما السيدات بيحتاجوا الى 80 ملي جرام يوميا اما المدخنين فاحتياجهم بيكون اعلى لفيتامين سي فبيصد احتياجهم الى 125 ملي جرام يوميا اغنى فكهة فيها فيتامين سي هي الجوافة فكل 100 جرام من الجوافة فيه 228 ملي جرام فيتامين سي يعني فيها اكتر من ضعف احتياجنا اليومي من فيتامين سي الفلفل الاخضر الحراء كل 100 جرام منه بيكون فيه 242 ملي جرام من فيتامين سي فيتامين سي موجود كمان في التوت والكرومب او الملفوف والفراولة والكيوي والبرتقال واللمون واعتقدنا الخاطئ ان البرتقال هو اغنى فكهة فيها فيتامين سي فالكلام ده من الصح لان كل 100 جرام من البرتقال فيه 53 ملي جرام فقط من فيتامين سي في حين زي ما قلنا ان كل 100 جرام من الجوافة فيها 228 ملي جرام من فيتامين سي يعني اكتر من اربع اضعاف الكمية اللي موجودة في البرتقال طيب بالنسبة بقى للمكملات الغذائية هل صحيح زي ما بيقولوا ان فيتامين سي اللي فيها ضعيف ولا يصلح هقولك الكلام ده من الصح ففيتامين سي اللي موجود في المكمل الغذائي هو هو بالزبط اللي موجود في الفكهة والخضار ولكن الفكهة والخضار بيتميزوا انهم بيحتوى على فيتامينات ومعادن اخرى مفيدة للجسم طب ليه فيتامين سي اللي موجود في الصيدليات تركيزه بيكون 500 او 1000 ملي جرام في حين ان الجسم بيحتاج فقط الى 80 او 90 ملي جرام يبقى اذا المكملات الغذائية منهاش لازمة هقولك عندك حق فحبة جوافة واحدة تغنيك عن اقراز فيتامين سي ولكن لو منعتك ضعيفة او مثلا عندك برد او انفلونزا فهنا الجسم بيحتاج الى 2 جرام من فيتامين سي يعني 2000 ملي جرام من فيتامين سي عشان يزود المناعة وده مش هتقدر تحققه الا من خلال تناول المكملات الغذائية الا بقى لو ناوي تاكل مثلا 10 حبات من الجوافة وده طبعا شيء لا انصح به لان مش عشان تعود نقص فيتامين سي تروح تجيب لنفسك مرض السكر ولكن خد بالك ما تاخدش فيتامين سي بكميات اكبر من 1000 ملي جرام في اليوم لفترات طويلة لان فيتامين سي لو اخدناها بجرعة اكبر من 1000 ملي جرام يوميا لفترة طويلة ممكن يتسبب في حدوث حصوات في الكلة قبل ما اختم الحلقة عايز اقولك ان في دراسات كتيرة ربطت ما بين فيتامين سي والكورونا ووجدوا ان فيتامين سي بيقو المناعة وبيحمي من البرد والانفلونزا والكورونا لذلك اهتم بتناول الفكهة والخضار عشان تقوي منعتك اي نعم الدراسات دي لسه مش اكيدة ولكن مش هنخسر حاجة لو تناولنا فيتامين سي بكميات مناسبة وربنا يشفي جميع مرضى الكورونا ان شاء الله لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير لها عشان ننشر الوعي مع بعض وتشوف الحلقات السابقة عن المعادن والفيتامينات بالاضافة الى حلقات مرض السكر والامراض الاخرى اللي هتلاقيهم على القناة وبعد ما تشتركوا فعلوا الجرس عشان يوصل لكم جميع الحلقات كان معكم الصيدالي حازمونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته